السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة عندي لكم اليوم قصة قصيرة لكنها جدا مفيدة ونافعة وفي نهاية المقطع بزفكم شويها أو بزف مجموعة فتحملوني يا أخوك لصالحكم بإذن الله يقول صاحب القصة أنا دخلت المسجد لصلاة الفجر وبقي دقيقتي عن الإقامة فكنت جالس انتظر الإقامة يقول جان أسمع زعاج صوت في الخلف فلتفت ولا واحد داخل جدي ملابسه بعدل سرارة مفتوحة وشعره منفوش ووجهه أحمر وعيونه حمره طالعه وقعدي يعني قعدي يشوف الناس وماذا ونعلي فلتها بهذه الطريقة يقول قد الله يستر دخل علينا هذا المجنون المهم دقيقتين وقاموا الصلاة يقول فكبرت يقول أول ما كبرنا ولا هذا الرجل صلي جنبي هنا أول ما كبرنا بدأ اللي يقرأ الفاتحة وكذا أسمع صياحة ظنيت في البداية أنها قال من الخشوع يقول بعد امتلا صياحة مستمر وعرفت أنا صياحة مو صياح خشوع حالة كان هستيرية يقول فقدت لا 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 الضار مو مجنون هذا اللي ممسوس بعد الله مستعان في جني يعني إلى أن انتهت الصلاة سلمنا يقول قد ما فيه إلا كلمة أطمنى عليه أشوف شو واضع وشنو واضع هذا في الحي أول مرة أشوف هي صلي في مزين عندنا انتظرته الناس بدأوا يطلعون تأخر الرجل يقول أول ما جت عنده سلمت عليه والله يشوفني وبتسم يقول أدري 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 بتكلمني عن دخلتي يقول أول ما قال لي هالكلمتين عرفت أنا رجل صاحي يعني ما فيه شي قال أدري أدري وضعي يعني طبيعي ما فيه شيء إلا العافية قال طيب زن شو شو القصة بدخل وانعل فلت وثوبك وشعرك ووجهك قال لو علمت قصتي لعذرتني قد لا طيب تفظل يقول أنا قبل أيام اسمعت حديث وهذا الحديث صحيح اخرجه الترمذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فضيلة عظيمة جدا أنك أربعين يوم تستمر تصلي الصلاة جماعة طيب وتدرك تكبيرة يحرم مع الإمام الله أكبر ولا أنت ويا الله أكبر أربعين يوم يعني كم في خمسة يعني مئتين صلاة ممندك على الأولى لا تكون مع الإمام مع التكبت الإحرام هو يقول الله أكبر أنت وراه على طول الله أكبر قبل ما يبدأ الفاتحة هو صج أمر مسهل يبغي لطولة بال وأربعين يوم لكن شوف الفضيلة براءتان براءة من النار يوم القيامة ما تروح النار وبراءة من النفاق لأن المنافقين ما يحفظون للصلاة وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالة شخص يحافظ بهذا الهم على الصلاة وعلى التكبير الحرام لا يمكن أن يكون منافقا يقول فلما اسمت هذا الحديث قلت خلاص أخذت على نفسي عدد أن يطبق هذا الحديث المهم يقول بدأت أصلي أصلي والحمد لله الله يسلي وأنا أصلي يقول يوميا أصلي تكبير الحرام مع الإمام يقول اليوم اليوم يقول هو يوم الأربعين يا الله يقول أنا نايم أصحى أصحى أرى الساعة باقي دقيقة دقيقة على إقامة يقول أنا جنجنوني دقيقة يقول كان أنقز وأروح الحمام وأتوضى وألبس الثب لحتى زراري ما سكيتها ولا مشط شعري ولا ألبس القطرة ولا العقال ولا الشي يقول أنا أنطلق من البيت وأروح المسجد اللي عنده الحي إلا يقرأ الفاتحة يا ربي يا ربي الفاتحة يقول جاء أرجع وأركب سيارتي وأروح المسجد لجنبه ولا الفاتح ولا جنبه الفاتحة ما في يقول ألف لفك يقول ذكرت مسجد في حيكم أني ياخرون الصلاة يقول وأنا أروح أروح أدوس يدوس السيارة البنزين يقول وأنا ما أشوف الطريق يقول كله دموع دموع وأنا أسوق أقول يا الله لا تخذرني هذا اليوم يقول آخر يوم يقول آخر يوم تسعة وثلاثين يوم أنا محافظ على الصلاة شنون اليوم يا رب لا تكتبني من منافقين يقول ما أدري قد أدعو الله بدعوات ما أدري شنو دعيت يقول ولا أمر على مسجدكم ولا ما في معهد ما في أحد يقرر الفاتحة فدحد الباب ولا قل نعل فلت ما أدري وان راحت يقول طارت يقول ما أدري وان راحت ويقول أنا أقلب الوجوه صلى وانتهوا من الصلاة والأحمى كبروا يقول فأعرفت أنا ما صليته يقول فسجدوا لله شكرا مكان النعل من الفرحة يقول يقول ما أنكبر الإمام وقلت خلفه والله أكبر يقول ما أدريت بنفسي يقول ما أشعر بنفسي سافرت ورحلت ألذت كبيرة إحرام في حياتي كانت هذه اليوم يقول والله ثم والله اليوم لو خيرت بين كل كنوس الأرض وبين هذه التكبيرة لقد دمت هذه التكبيرة على كل ما في الأرض من كنوسها وذهبها وأموالها حمدت الله أني ما خسرت هذه التكبيرة يقول ما تدري شو شعوري وفرحتي بهذه التكبيرة اليوم يقول وقال قصة وأخذ يبكي أيها ولا عن 40 يوم صلاة مع تكبيرة حرام ولا أكلمكم عن عقوبة تارك الصلاة أنا أكلمكم عن زاوية مختلفة تماما سؤال علق في راسك ماذا خسرت بتركك للصلاة الشيطان يمكن يوديك إلى زاوية أخرى الصلاة تارك الصلاة ما أدري شو أنا معذور وظروف والإيمان في القلب ما أدري ما أكلمك في هذه النقطة أبدا مع أهمية طرق هذا الموضوع لكن أنا أقول لك أنت ماذا خسرت بترك الصلاة يا جماعي ويا شباب ويا أخواتي ويا بناتي أنت خسرت شيء حظيم فرحة وأنس وطمأنينة وحياة وسعادة بتركك للصلاة أنت خسران بتركك للصلاة أسأل نفسك شو اللي سويت حتى حرمك الله من الوقوف بين يديه شو الشريم اللي سويت حتى حرمت من مناجاة الله من مناجاة سيدك من أنت بعجبهتك على الأرض أنت المحروم أنت المخذول سل نفسك شو صار في قلبك معقولة تسمى حي على الصلاة حي على الفلاة شعر من شعرات جنبك ما ما توقف ليش قلبك مختلف عن قلوب هؤلاء الذين يسارعون إلى المساجد ويرابطون في المساجد شنو في قلبك شنو مختلف ليش هو قلبهم معلق بالمساجد وانت قلبك يكره الصلاة ليش هذي تلثث بالصلاة ويبكي في الصلاة وانت لا حس ولا خبر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اسأل نفسك لماذا حرمك الله من الوقوف بين يدي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل